طيب إحنا في الفترة الأخيرة سمعنا عن بعض شركات التوظيف اللي ساعدت إنها تشغل أو تساعد بعض العاملين للعمل في الخارج وكان بيبقى فيه مشكلات كبيرة من بنود العقود من الحاجات اللي تم وعد بيها العاملين لما بيروحوا بيلقوا مكان تاني شغل تاني حاجات مختلفة ويمكن دايماً بفتكر المشهد بتاع أستاذ محمد صبحي في تمثيلية سنبل بعد مليون لما كان خد الناس ووديهم سينة وكانوا فاكرين إن هما في السعودية يعني وكان مشهد كوميدي ساعتها ولكن الحقيقة بنشوف الكلام ده دلوقتي على أرض الواقع يعني هي مكان أو شركات الحاق العمالة أو الحاق العمالة المصرية بالخارج دي المفروض بطبقى شركات مرخصة شركات مرخصة تواق بالحيئة العامة للإستثمار ولها شروط متعددة حتى يجوز ليه غير المصريين إنهم يكونوا شركاء وده على فكرة تجاه دلوقتي حاصل حديثاً غير المصريين تواق من الخليج أو من غيرها من البلاد العربية أو البلاد الأخرى يعني يحق للشهر أو لغير المصري إن هو يشارك في هذه الشركات من أجل الحاق العمالة المصرية بالخارج في دول الخليج خاصة يعني بنشوف العلاقة بين رب العمل والعامل علاقة منضبطة إلى حد كبير جداً من تحديد الأجر المتفق عليه وهو أهم بأن تحديد فترة الاختبار وهذه فترة مهمة تحديد الفترة فترة العمل وما يستدبعها عليها يتم التجديد ولا لا فبكون الشروط أو العلاقة التعاقدية بين رب العمل والعامل علاقة منضبطة وأكثر دقة مما نجده في العلاقة بين رب العمل والعامل في مصرية كيف أتفضل أنا آسف مش عايزة أقطعك نرجع لي العلاقة أو الشركات الحاق العمالة المصرية بالخارج دي لابد أن تكون شركات مرخصة وإن مثلاً حصل تدليس على العامل وذكر أنه هو شركات مرخصة على العامل ويختار فيه العامل أنه هو يعلم بهذه الشركة ويطلع على استجل التجاري الخاص بها وعلى ترخيص هذه الشركة وعلى علاقتها التاريخية مع العاملين السابقين وعلاقتها خارج مصر في هذا الموضوع يعني ده منبر حضرتك برضو يعتبر من المنابر المهمة في أنه نحن نوضح للعامل أنه هو يجب عليه أن يلاحظ هذه الإجراءات ويتبع هذا الإسلوب عند التعاقد مع هذه الشركات طب عنده أفضل وضع يا دكتور أسان بس هو المشكلة أنت بتتعامل مع حد ما عندهش دخل خالص وما عندهش شغل موجود هنا فما بيصدق يقول لك لأ بص أنا هروح هناك وهتصرف وبعد كده هشوف يفاجأ هناك أنه ما قدرش يتصرف لأنه هو مرتبط بعقد دي شروط معينة وضوابط معينة يمكن في بعض الدول غير الأوروبية الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ما بتاخدش الباسبور مثلا الكفير ما بياخدش الباسبور من العامل ولكن في بعض الدول الخليجية بنسمع أنه بيتم حاجز الباسبور من الكفير بيتم حاجب حاجات كتير في تقييد تسكين في أماكن معينة إزاي لو حصل أي مخالفات في تلك الشروط يقدر العامل يرجع ويحمل نفسه هل في وزارة هنا في مصر متخصصة بهذا الشأن أو في مكتب معين متخصص بهذا الشأن؟ لا هنا في مصر ما نقدرش نقول إنه هو متخصصة في هذا الشأن إنما هو لما تحتل الأزمة بتكون خارج مصر وخارج مصر عليه إنه هو يلجأ إلى المحاكم في البلد إنه هو مقيم فيها أو يلجأ إلى السفارة أو الخنصلية المصرية من أجل إعطاءه المعلومة الدقيقة والصحيحة من الجانب المختصين في الفنصليات والصفارة وهو محاكمة لا إنه كمان يخضع لقانون الدولة اللي هو موجود فيها والمكان اللي هو موجود فيه وقانون العمل اللي موجود هناك تمام؟ صحيح جدا يا دكتور مايكل فهي دي يعني ممكن النصيحة تكون من هذا الجانب ويفتدعها بعد ذلك الإجراءات النخافات التي يكون فيها العامل خارج مصر ممكن إنه هو يستعين بيها ما يقابل مكتب العمل عندنا هنا في مصر هناك مكاتب أخرى للعمل أو للوزارات التابعة لها العامل في الدولة التي يقيم فيها إنما النصيحة الأفضل اللي أنا بشوفها فيها هذا الأمر نوع أعتقد إن اتصال في مشكلة طيب حضرتك رأيي يعني إحنا هنخرج فاصل بس في عجالة كده يعني رأي حضرتك في المشكلات اللي بتواجه المصريين اللي خرجوا خارج مصر المصريين اللي موجودين بالخارج النهاردة نبدأ وهو بيخرج أنت النهاردة روحت مكتب توظيف في الخارج أو مكتب الحق العمالة بالخارج المكتب ده أما تيجي تسافر حضرتك اطلع على العقد وخد صورة منه لأن أصلا كل القوانين في كل دول العالم بتتكلم على حق العمل في الحصول على صورة من العقد بس أنا عايز أضيف حتة بعد إذن حضرتك يعني دايما دكتور رسامو حضرتك قلت خد صورة من العقد واتطلع عليه أنا راجل ما فهمش قانون فقط يمكن من الأوقع نحن نقول خلي محامي يقرأ العقد دوت هل ديت يعني أدق شوي هي طبعا دية حلوة وجميلة لكن كده إيه هتبقى دعاية للمحامين وفي نفس الوقت من كل حد ظروفه تسمح أنه يروح لمحامي يعني إنا بنعاول نراعي ظروفه الناس والوضع اللي إحنا فيه فمش كل حد ظروفه تسمح أنه يروح لمحامي فعلى الأقل يشوف حد يعني إيه بيعرف يقرأ وكده هو طبعا أفضل حاجة أنه أنت تروح لمحامي وده الصح لك أنا ظروفي من المدية ما تسمحك أنه أنا أروح لمحامي أو كده ممكن أسأل أي حد إيه متطوع أو كده أو يجلنا عموان لو جلنا إحنا مش هناخد منه حاجة يعني لا لا إحنا مش هنعمل لك دعاية بقى إحنا نقول لمحامي آه عموان هو بيه لو إمكاناته هتسمح بالنوع يروح لمحامي ده طبعا يفضل إمكاناته ما تسمحك لأ المفروض يكون في أي حد كويس يسق فيه كده يخليه يتطلع على العقد وعلى بنود العقد وياخد صورة من العقد ده لأن زي ما حضرتك ما قلت النهاردة في بعض المكاتب هنا في مصر بتقول لك حاجات تروح هناك تروح هناك تلاقي حاجة مختلفة واللي هناك مروح زم لا هو اللي هنا بيعمل دعاية كان يسوع وكان ياخد منك عمولة كبيرة تمام فبيقول لك عرض كبير واحد فلانت روحت هناك وصرفت فللأسف بتضطر يا إم تكمل يا إم تنزل وبأخسرت كل فلوسك وللأسف ممكن هتعرف يعني صعب إنك تثبت لأن مكتب التوظيف اللي هنا لما خد منك الفلوس ما عطتك أي إثبات بيها ولا عمل اتفاق بينك وبينه ولا أي حاجة هو خد منك الفلوس ويصفرك وخلاص على كده وغالباً خدها نقدي فما فيك حاجة تثبت إنك حولت له فلوس أو كده